للجماعة الثالثة هي استمرارية مد الجسور والحوار مع جميع الأطراف الداخلية بما يتفق مع مصلحة الجماعة وبما حقق مصلحة الوطن العليا فهنا نحن نتكلم عن استراتيجيات ليست متغيرات ترتبط بإصلاحيين أو مرشد أو غيره هذه ثوابت بغض النظر عن ربما الجهة التي كانت تتولى القيادة هذه الجماعة في هذه المرحلة أو لا بالطبع سأعود إليك الدكتورة فقط حتى نطيل على الدكتور كمان الهلباوي انضم إلينا الآن من لندن المتحدث السابق اسم الإخوان المسلمين في الغرب دكتور الهلباوي رحب بك معي في هذه الحلقة يعني أريد أن أسمع منك تعليق وخصوصا إذا أردنا أن نصلت الضوء على ما تم الحديث عنه وعن تيارين محافظ وأصلاحي وقد فازت تيار المحافظ وهناك تباين في العديد من المواقف سعادتنا بتحدث عن استراتيجية وخطوط عريضة ثابتة في أسس جماعة الأخوان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه تحياتي لضيوفك الكرام الدكتور عواطف والأخ الكريم المهندس سعد الحسيني وتهنئة للمرشد الجديد الدكتور بديع وأدعو الله له التوفيق وأدعو الله للجماعة في العهد الجديد أن تسير على الاستراتيجيات الموضوعة وتطورها إلى مستقبل أفضل إن شاء الله تعالى أنا موافق على يعني ما قيل الآن ودايما أقول أنه كلا الطيارين في الإخوان هم من الإصلاحيين ليس هناك طيار محافظ بالمعنى السياسي المطروح عند الأحداب الأخرى أو الجماعات الأخرى وحركة الإخوان المسلمين هي حركة إصلاحية في الأساس والمفروض أن كل من ينتمي إليها يحمل هذه القضية محمل الجد ويربي نفسه ويعدي نفسه لهذا الأمر ولكن الذي أود أن أشير إليه أنه نقطتين اثنين النقطة الأولى أنه من المبكر أن نحكم على أداء المرشد الجديد في حركة تنتشر في شتى أنحاء العالم لها صلاة ومفكرين وتعمل في جهات في منطقة وتتعرض لتعامل مع الحكومات الظالمة في جهة أخرى فهذه مشكلة كبيرة تنتظر المرشد الجديد الأمر الثاني أن الذين لهم رأي يخالف رأي المرشد الجديد أو رأي مجموعة ما أطلق عليها المحافظين زي الدكتور عبد المنعم والفتوعة والدكتور حبيب أو غيره من الإخوة في الداخل أو الخارج الكل سيلتزم كما قيل بمنهج الإخوان لأن الكل يرجو للحركة الإزدهار والنموم إنما أداء المرشد يختلف من شخص إلى آخر أداء المرشد أيام حسن البنة رحمة الله تعالى عليه وأداء المرشد أيام الأستاذ الهضيبي أو عمر التلمساني يعني يختلف عن غيرهم في كثير أو قليل وأنا طالما قلت أن الأخ الأستاذ محمد مهدي عاكب الذي لم يرد أن يجدد دورته الثانية قد يكون آخر المرشدين الكبار نتيجة عوامل طبيعية لا ننكرها طيب إنه من تلمسة حسن البنة مباشرة إنه جرب السنوات طويلة إنه معروف عالميا هذه الأمور تحتاج إلى المرشد الأيام القادمة بالطبع سأصلت الضوء أكثر حول لماذا تم اخيار الدكتور محمد دبيع وماذا يعني هذا الاخيار بالطبع سأتحدث عن التحديات التي تواجه المرشد العام الجديد دكتور الهلباو لكن اسمح لي فيما يتعلق بالنقطة بما أنك ذكرت موضوع سيد محمد حبيب وعبد المنعم أبو الفتوح دكتورة يعني حتى نسبي الأشياء ونتحدث بصراحة أكثر هناك مشكلة حتى عدم حضورهما الإعلان عن المرشد قيل بأنهم ما زال لديهم العديد من الملاحظات هل تعتقدين أن هذه الملاحظات ربما سيكون لها تأثير على دور الإخوان خصوصا أن دور الإخوان داخل مصر هو مقيد ليس بالحرية الكبيرة بالنسبة لعدم الحضور أو التواجد هذه مسائل شكلية يعني زي ما قلت الحلقة في بداية الحلقة عدم الحضور سيتم تفعيله واستقطاب الشخصيتين بموالاه لما ستقوم عليه الجماعة من نهج فهذا عدم حضور غضب انفعالي مؤقت سيزول وسيستمر النهج الإخواني بالنسبة لجميع الأعضاء الحاضرين وغير الحاضرين ولكن لنا نقطة قالها الأستاذ الأخ الفاضل سعد الحسيني في مسألة العمل بالكتاب والسنة هذا العمل بالكتاب والسنة داخل الإخوان يختلف عن بعض الجماعات الأخرى وبعض الجماعات الجديدة التي ستتواجد على الساحة المصرية لأن الساحة لن تترك خالية للإخوان فقط بعد هذا هل هناك من يحاول إدخال بعض الجماعات الأخرى لداخل الساحة المصرية لتنافس الأخوان أكيد لأن في دلوقتي في نوع من أنواع الجماعات الصوفية التي تريد أن تثبت نفسها لكنها لا تريد أن تتحدث بالسياسة الآن ولكنها تبدأ بالمنطلق بالعمل بالكتاب والسنة إذا أعطيت نفس المساحة ونفس الدور ونفس التنظير الفكري قد تقف على التوازي مع الإخوان ولكن تظل هناك ميزة زكية في الإخوان المسلمين وهذا ظهر من حديث الأستاذ مهدي عاكف مع الأستاذة مالية معلوف يوما بعد 2006 على قناة الان بي ان على ما أسكر أنه صرح لها تصريحا خطيرة قال لها أننا مع الجميع ولكن أن تدركي أن جماعة الإخوان تضم الكثير من الشيعة هذا التصريح في ذلك الوقت يحمل في طياته ليس الإعلان عن تواجد الشيعة داخل جماعة الإخوان المسلمين بقدر ما يعلن عن زكاء تلك الجماعة في استقطاب قيادات واستقطاب أشخاص ذو يحس وطني وحس ديني في نفس الوقت لأن الإخوان لا يكفرون الشيعة ولا يكفرون الصوفية على عكس جماعات أخرى تقول بالعمل بالكتاب والسنة أما فيما يخص بأسلامة المجتمع المصري لا توجد جماعة تعمل على زهر مصر إلا وهذا مستهدفها حتى إذا ججعت إلى الدولة الفاطمية بكل ما يقال عنها فقد كان نهجها أيضا أن تأسلم المجتمع المصري لأن من الإسلام ستنطلق السيادة والسيطرة ثم الانطلاق خارج المجتمع المصري للمجتمع العالمي نقطة بسيطة أن الإخوان ليست عندهم مشكلة مع المرأة ولا الأقباط إلا بتحفظ لكن إذا ظهرت قوة أخرى دينية إسلامية ستتلافى هذه الإشكالية تماما هنا سأتحدث عن دور الجماعة في المرحلة القادمة ستقضي على ما يمكن أن يلعب بقضية المرأة بما يؤثر على أسلامة المجتمع الإسلامي هذه النقطة مهمة في أولي أن يتحدث عن التحديات ودور الجماعة في المرحلة القادمة فقط نقطة بقية أسمع تعليق من سعادة النائب سعد الحسيني من القاهرة هو موضوع أن الأخوان يؤمنون بالتدرج في الإصلاح وذلك لا يتم إلا بأسلوب سلمي ونضال دستوري قائم على الأقناع والحوار وعدم الإكراه ما الذي أراد أن يقوله المرشد الجديد هنا انطلاقا من هذه النقاط بسم الله الرحمن الرحيم هو القول واضح إحنا ضد الإنقلاب ضد الاستعجال وما قد يلحق بذلك من عنف وسائل غير سلمية فنحن وإن كنا نؤمن بوجوب الإصلاح الشامل إلا أننا نؤمن معه أيضا بوجوب التدرج لأنه لا يعقل وهذه طبيعة الأشياء أن يكون تتحقق أهداف ضخمة إلى إصلاح الشامل لجميعنا وحي العمل في المجتمع بطفرة أو بعجلة فإذا حدث هذا لن يتحقق الإصلاح بل قد يصحبه مضار أو خسائر الجسيمة فنحن كما نؤمن بشمول الإصلاح ونؤمن أيضا بأن يكون متدرجا وبالأسليب السلمية والدستورية ونرفض العنف ونؤكد على هذا العنف ليس من طرائقنا بأي حال من الأحوال عندنا بحبوحة وساعة في سبل العمل السلمي وإن طالت آمادها وإن تأخرت النتائج من بعدها ولكن هي الأجدى والأحسن والأيام أثبتت لكل من تعجل قطف الثمار وكل من استخدم العنف بقى بالفشل ولم يصل إلى شيء فهذه فكرتنا وهذه عقيدتنا مستمدة من فهمنا لكتاب الله وسنة رسوله يعني ليست مجرد سياسة أو كياسة ولكن أيضا للخلفية الفكرية والدينية والعقيدية ولكن هل عندما دخل رفض في شيء إلا جانا ما يأمر به الله سبحانه وتعالى وخصوصا مواجهة الظالم يعني الإخوان لم يكونوا في يوم من الأيام خصوما للأنظمة الحاكمة حتى لو كانت هذه الأنظمة مثلا ظالمة